نحو المشاركة في أدخم قمة عربية صينية تتجه الانظار نحو الرياض وتحديدا لما ستحمله أوراق رئيس الحكومة لاستثمار فرصة القمم الثلاث المنبثقة عن اجتماع الصين والعرب سيما أن منهج حكومته الوزري موسوم بوعود ينتظرها الشارع العراقي الذي يغلي الارتفاع البطالة والفقر وغياب الاستثمار الحقيقي الحكومة أوضحت أنها تبحث عن اكتساب خبرة التجارب الصينية في قضايا مهمة كالتغير المنخ والتصحر والانتقال إلى اقتصاد السوق ثلاث قمم ستعقد خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض مع العاهل السعودي وولي عهده وقادة دول الخليج ثم زعماء الدول العربية ترجع بحسب اقتصادي لتشكيل عالم متعدد الأقطاف في مواجهة الهيمنة الأمريكية سيما بعد أن تبدل توراق العلاقة السعودية الأمريكية باختلاف على الدخ النفط التي بحثت عنه واشنطن في الرياض لسد فشوة أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا معالم تعدد الأقطاف يراها مراقبون مهم للعراق على وجه الخصوص في إيجاد طريق جديد غير تلك التي تعتمد على القطب الواحد بما يحقق تنفيذا عمليا لمشاريع ورؤى اقتصادية تكرر الحديث عنها سنوات ماضية وعلى لسان حكومات متعاقبة دون أن ترى النور وللعراق باع طويل في لغة مشتركة مع الجانب الصيني سيما فيما يتعلق باتفاقيات سابقة لم تكن المعضلة في تلكؤها ضعفا من العقل الصيني أو العراقي إنما أرجعها مراقبون إلى تراهل إداري وقضايا فساد وهيبة دولة مفقودة على يد نفوذ أحزاب متسلطة تقف في وجه الاستثمار عملت على تحويل العراق إلى بيئة طاردة في كثير من الأحيان محللون أن تجمع الصين عوامل مشتركة بين بغداد والرياض في إيجاد طريق ميسر للعمل مع الصين كقوة اقتصادية تريد العمل للقول ومع مشاركة نحو ثلاثين دولة ومنظمة في القمة العربية الصينية فإنه من المتوقع أن ترتفع أرقام التبادل التجاري بين العرب والصين والتي وصلت في عام الفين وعشرين إلى حوالي مئتين واربعين مليار دولار ترجمة نانسي قنقر